بحث وزير الخارجية الأوكراني خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة ضمان الأمن على الحدود الأوكرانية حيث أطلع كوليبا نظراءه الأوروبيين على الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية وكذلك مع شبه جزيرة القرم المحتلة تحدث كوليبا خلال الاجتماع عن الخطوات والتدابير التي اتخذتها أوكرانيا بالتنسيق مع بولندا ولتوانيا لتعزيز وضمان الأمن على الحدود فيما يتعلق بأزمة المهاجرين التي افتعلتها السلطات البلاروسية ووفقاً له فإن تحركات القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا وافتعال أزمة المهاجرين يعدان جزءاً من الاستراتيجية الشاملة للكريملين لا ينبغي لنا أن ننظر إلى حجد القوات الروسية والنوايا العدوانية ضد أوكرانيا بمعزل عن عناصر أخرى تخدم الاستراتيجية الروسية في أوروبا وفي مقدمتها افتعال أزمة الهجرة على الحدود مع بولندا وليتوانيا واستخدام الغاز كسلاحاً في الاتحاد الأوروبي فضلاً عن إطلاق حملة تضليل إعلامية كبيرة تستهدف دول الاتحاد الأوروبي لإثارة الخلاف بين المجتمعات والحكومات هذه كلها أجزاء من استراتيجية واحدة وعلينا أن نحل هذه المشكلة مع روسيا بشكل شامل وكامل قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة HBO إن حلف الناتو يراقب عن كثب تحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وأكد أن الحلف في حالة تأهب واستعداد لأي تطور في الموقف أما بالنسبة لعضوية أوكرانيا في الناتو فهذا يتطلب موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف وحتى الآن لم يحصل هذا الإجماع قال ستولتنبرغ أوكرانيا ليست عضوا في الناتو ولكن شراكتنا معها تمضي بشكل وثيق ونحن نعزز هذه الشراكة باستمرار ولكي تصبح عضوا في الناتو يجب أن تفي بجميع معايير الحلف اللازمة ومن جانبنا نحن نساعد في التحديث ومكافحة الفساد ولكن مسألة العضوية تحتاج إجماع جميع أعضاء الحلف الثلاثين وهذا الأمر غير حاصل الآن